دكتور أيمن ما قصة بركة بيت حسداء التي ذكرها المسيح المعود عليه الصلاة والسلام وذكر بأنها أفقدت معجزات المسيح الناصري أفقدتها قيمتها ما هي هذه القصة؟ نعم بركة بن حسداء هي بركة في أورشاليم وهي بركة معروفة بركة من الماء طبعاً معروفة بخواصها الطبية الشفائية ربما لتكوينها لتكوين تربتها لتكوين المياه فيها ربما تكون فيها معادن مثل ما هو معروف في البركة الأخرى التي تساعد في إشفاء الناس من بعض السقام فهذه البركة يعني مذكورة في الكتاب المقدس والمعروف في فق الكتاب المقدس أن في هذه البركة كان ينزل ملاك الرب إلى الماء فيحرك الماء فيها فالشخص الذي يدخل من فوره عند تحريك الماء يشفى مهما كان مرضه هذه بركة بن حسداء الآن المهم في القضية أيضاً أنه معروف فق الكتاب المقدس أن يسوع المسيح كان يتردد على هذه البركة وكان أيضاً يستعمل مياهها وتربتها ويدهن نفسه بها فكان يعني يتداوى بها أيضاً وينصح الآخرين أن يتداووا أيضاً بها الآن ما أهمية القضية هنا أهمية هذه المسألة أنه إذا كانت هذه البركة لوحدها كانت تشفي اليهود يعني كانوا اليهود يذهبون ويجلسون ويجتمعون حولها فقط ينتظرون تحرك المياه من أجل أن يشفوا إذا كانت هذه البركة تشفي الناس فما خاصية وما هو الميزة التي يتميز بها يسوع في شفائه للناس الآخرين يعني ما كان يفعله يسوع كانت تفعله هذه البركة بنفسها بدون يسوع أيضاً فهذه البركة بخواصها الشفائية يعني تفقد معجزات يسوع التي يتبجح بها القمص وغيره تفقدها رونقها وتفقدها خصوصيتها لدرجة أن هذه البركة أدخلت الأوساط المسيحية في حرج كبير وعندما يذكرون هذه البركة في الكتاب المقدس يضعونها بين أقواص لأنهم يشككون في مصدقية هذه البركة ومصدقية هذا النص الذي يتحدث عنها ومنهم حتى من حذفها من الكتاب المقدس لأنها تحرجهم لا يصبح ذلك أي تيمة لما يفعله يسوع يعني هم يتبجحون بأن ما يفعله يسوع من شفاء الناس كان شيء يعني غير اعتيادي وشيء خص به هو نقول لهم إذا كانت البركة لوحدها تشفي الناس ما خصوصية شفاء يسوع للناس وهنالك بعض القصص عندما أفحموا في هذه القضية اعترفوا بأن هذا النص الذي يتحدث عن بركة بن حسنة أدرج لاحقا في الكتاب المقدس وهم يعني أجتين كحلوها عموة أنتم تعترفون بأن هناك نصوص أدرجت لاحقا في الكتاب المقدس فما يدرينا لعل هناك الكثير من النصوص الأخرى التي أدرجت يعني يزيدون القيم بلة في هذه القضية إذن فليسمع القمص عن هذه البركة وعما تفعله في المعجزات التي يتبجح بها تعالوا لنرى ماذا يقول الكتاب المقدس بالنسبة لهذه البركة هذا في يوحن وفي أرشليمة عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسنة لها خمسة أروقة في هذه كان متجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصم يتوقعون تحريك الماء عم بستان الماء يتحرك عشان ينزلوا يشفوا لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعترار يعني إذا كان ينزل أول واحد كان يشفى هذا ما يقوله إنجيل يحن ثم هناك مخصوصة دل على أن يسوع المسيح كان يذهب إلى هذه البركة ماذا يقول هنا في إنجيل يحن وبعد هذا كان عيد لليهود فصعد يسوع إلى أرشالين وكان هناك إنسان به مرض منذ ثمان وثلاثين سنة هذا رأاه يسوع متجعا وعلم أن له زمانا كثيرا فقال له أتريد أن تبرأ أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء بل بينما أنا آت ينزل قدام آخر يعني كلهم بصدقوا لما بيجي ينزل على البركة فلم يحظى بهذا النصيب من الشفاء من هذه البركة فهذا النصي يدلنا على أن يسوع مطلع على هذه البركة ويعرف خاصيتها فما يدرينا بأن كل هذه الشفاءات التي كان يشعي بها المرضى يسوع كان باستعماله لخاصية هذه البركة بالمداواب بتربتها بمعادنها بمياهها فليس هناك خصوصية كبيرة وتميز كبير مثل ما يصوره الإخوة المسيحيون في هذه المعجزات التي كان يسوع يشفي بها الناس إذا أخذنا بهذه النصوص فلأجل ذلك نرى بأن هناك من أزال هذه النصوص التي تتحدث عن بركة بن حزدة من الأناجيل فحبذا لا أدري إذا كان الإخوان قد حضروا صور لبعض الأناجيل التي تظهر هذه النصوص بين أقواص لكي تدل على أنها مشكوك في أمرها إذا ممكن يعرضوها على الشاشة إذا كانت جاهزة وهنانك مصوص في الإنجيل أيضا حذفت كلية هذه النصوص التي تتحدث عن بركة بن حزدة فهذه قضية بركة بن حزدة تجعل من معجزات يسوع التي يتبجح بها القمص وغيره بأنه تفقدها لا إذا نقول قيمتها ولكن تفقدها خصوصيتها على الأقل ورغبها يعني ما الخصوصية تواصلوا معنا عبر العناوين التالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر